انت يا سوري ظلموك تعالي نشوف شو وضعك اول شي يا جماعة الخير لما تظل لك تقول سوري وسوري وسورية هذه اللابل اللاسقات اللي اعطيتوهم اياهم هذه ما هي الا فائدة لعداء الاسلام وعداء العروبة وعداءكم ان كل واحد يعطوه لابل هذا سوري هذا لبناني هذا كذا هذا كذا فرق تسود يا جماعة الخير السوري قد يكون حبيب الله انت بتناديه سوري وهو بنظر الله سبحانه وتعالى حبيب الله تعرف مين هو السوري يا جماعة الخير يلي بس بتظل لكم تقوله السوري 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 سوريين عاملين كذا سوري عنك يا جماعة الخير والله العظيم انا هدفي من هذا الفيديو او هذا المقطع ما هدفي انك تقول لي والله لايك ولا مش عارف متابعين ابدا ولا بمقطع من مقاطعي سألت على لايك ولا متابعين هدفي ان كلمة في سبيلها صرحة في سبيلها او فائدة او او اليوم أنا متضايق من شدة ظلم السوريين يا جماعة الخير السوري اللي انت شايفه الآن واقف على طبور الطعام هذا كان عنده ثلاثين شغيل يشتغلوا عنده والسورية اللي شايفها اللي قاعدة بقوارب الموتاي وقوارب الآلام والحسرة والخطورة هذه كانت جالسة آمنة مطمئنة في بلدها تغير حالهم يا جماعة الخير احنا كنا في الحج شرفني الله خلال أربعين سنة في تورونتو كندا أكثر من 18 حجة فضل الله اللهم لا رياء قد لا تسوى عند الله جناح بعوضة صح أسأل الله القبول ولكن لما كنا نروح الحج وأفخم الحملات أفخم الحملات نحس إننا مخنوقين مشان والله الشاي بارد نحس إننا الحياة صعبة مشان والله ما فيه شي كيك ولا مش عارف إيش ولا لما تيجي احنا أغلى الحملات لما تيجي شاحنة توزع عصير مجانة ولا مش عارف شو مجانة تلاقينا زي النمل فما بالكم ناس قانوا قاعدين آمنين مطمئنين في بلدهم السوريين فجأة منقلبة الأمور فجأة دمار وعار فجأة ظلم فجأة قهر فجأة جوع فجأة حرمان إيش نتصور تصوروا ما شاء الله يجوكم هيك بنعومة طبعا الإنسان يتأثر طبعا الإنسان يتغير طبعا لا تسأل الله لقاء العدو اللهم إنا نعوذ بك من السل بعد العطاء فلما إنك بتقول السوري والسورية السوري والسورية يا جماعة الخير ما بتعرفوا كم السوريين ما أخذين حسناتكم اللي بتتعبوا له صيام وقيام والقراءة القرآن السوريين قاعدين بيأخذوا حسناتكم لأنكم قاعدين تستغيبوهم وتاكلوا بلحمهم فعلا رب الكعبة هذا شفته في كندا المهم السوري هذا اللي انت بتنتقذ فيه هذول هما وصلوا الإسلام لاندونيسيا أكبر بلد إسلامي في العالم اللي وصل الإسلام هناك منهم التجار السوريين طيب السوري مظلوم فلذلك دعاءه مستجاب عنده علاقة قوية مع الله سبحانه وتعالى السوري هذا اللي انت حاسده على المعونة الكندية طيب أصلا هذه الضريبة اللي احنا مندفعها إن ما راحت لأخواننا في الله وأحبابنا في الله السوريين راح تروح لغيرهم كفاكم حسد كفاكم والله كفاكم حسد يا جماعة الخير هذا السوري اللي مش عاجبك والله بكرة لا يكون عون لأولادك وبناتك بإذن الله جل في علا والسورية أيضا مأساة القرن هذه اللي احنا عايشينها والآلام اللي صارت لأخواننا السوريين والظلم العظيم أنا تشرف اني من رام الله والأصل من غزة ولكن قلبا وقالبا السوري وقضية سوريا وألام سوريا أعظم بكثير من فلسطين الحبيبة من القدس الشريفة فلذلك لما تطلع على مأساة السوريين طيب صخط السوريين صخط الله طب على كل أوروبا طب على كل روسيا الظلم اللي انظلموه شوفوا الآن روسيا عايشة حياة هنية لا والله ما بعرفوا الحياة الهنية مخنوقة أوروبا أوروبا مخنوقة أمريكا قاعدة بترجف وتاكل فجل ملاش نقول هذهك الكلمة لا خلينا نقول هذهك الكلمة تاكل تبن أكرمكم الله فلذلك السوري هذا اللي مش عاجبك دمه غالي عند الله دمه أغلى من أن تهدم الكعبة دم السوري أغلى من هدم الكعبة عند الله سبحانه وتعالى أحباب الله والله الذي لا إله إلا هو هذه الإيدين دفنت ناس كثير خلال أربعين سنة طيب ولما ندفن الناس ما منقول السوري الفلسطيني السعودي اللي مش عارف إيش هاتوا الجنازة جيبوا الجثة مش عارف إيش فكفانا كفانا إننا نحطم كفانا إننا نتكبر كفانا إننا يا جماعة الخير والله لو كنتوا مكانهم والآلام اللي وقعوا فيها أبصر شو رح تعملوا أبصر شو رح تعملوا والله ممكن تطلعوا من جلبكم تطلعوا من دينكم فلذلك لما تشوف بدل ما تعمل هيك أنت أنت يا السوري أنت هيك أشر بعشر أصابع ودعي للسوري والسورية لأنهم أخواننا في الله وبإذن الله يكونوا ذخر لنا بإذن الله ولأحبابنا ولأبنائنا ولأجيال قادمة أكثروا من الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم لا أطلب منكم متابعين ولا أطلب منكم لايك أطلب منكم كثرة الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم خير لكم وخير لنا إذن تكفى همك ويغفر ذنبك كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم شكرا لكم شكرا لكم